الشعوبات دولية الحقيقة على أن أثار امتباهي تدخل أحد المستمعين الكرام عندما أشار إلى كون الرفع من العقوبة لا يعد تدبيرا كثير هذا حقيقة لأن مواجهة الظاهرة لا يمكن أن يتم فقط عبر التدبير التشريع هناك تدابير أخرى كثيرة وهناك متدخلين كثير منهم الإعلام والأسرة والجمعيات العاملة في هذا الموضوع والمشتغلة عليه والأطر التربوية والجهات المتعلقة لإنفاذ القانون بمعنى أن هناك متدخلين لكن هذا لا يعني على أن التدبير التشريعي في حد ذاته يعتبر ثانويا بل بالعكس تدخل المشرع المغربي ربما جاء متأخرا بعض الشيء لأن التفكير في رفع العقوبات وفي تحويل هذا النوع من الجرائي من جنحة إلى جناية ربما جاء متأخرا وأنا سأذهب أبعد من ذلك لكن لا بد أن أشير إلى أننا نتحدث عن شريحة تعاني هي أولى بالحماية لأنها تعاني ضعفا ضعفا نفسيا يجعلها عرضا لاستغلال هؤلاء المجرمين وهؤلاء هذه الشبكات الإجرامية التي تبتكر طرق متعددة لاستقطابهم ولتوظيفهم أيضا هذه الشريحة التي تعتبر بالنسبة لنا شريحة مهمة جدا في المجتمع شريحة الشباب والقاصرين والأطفال عموما من الصعب القول على أن مجرد تغيير الوصف القانوني الفعل الجرمي من جنحة إلى جناية والرفع من العقوبة يمكن أن يشكل في حد ذاته رادعا قويا بكل صراحة الاستغلال الجنسي للأطفال مثلا نتعامل معه في إطار ما يسمى بالاتجار في البشر وأعتقد على أنه حتى ترويج المخدرات في محيط المدارس داخل المدارس وتوجيهها لهذه الشريحة شريحة الأطفال والقاصرين لا يقل خطورة عن الجرائم التي تدخل في إطار الاتجار بالبشر لذلك المشرع المغربي ينبغي أن يكون أكثر جرأة في هذا الجانب من مجرد تغيير الوصف القانوني ورفع العقوبة إلى تغيير المنظور تغيير فكرة تغيير ذاوية النظر والتعامل مع هذه الجرائم بمعنى أنه لازم ننطلع حقيقة من المشرع ليس فقط رفع العقوبة وتحويلها من جنحة إلى جناية بل العكس يجب أن نذهب أكثر من ذلك إلى التعامل بصرامة واعتبار مثل هذه الجرائم من الجرائم التي يعاقب عليها المشرع على أنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر بسبب الشريحة التي تنصب عليها هذه الأفعال الجرمية حتى نمنح السلطات المتعلقة بإنفاذ أو المسؤولة عن إنفاذ القانون نمنحها وسائل أكثر لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية التي تستعمل طرق جد متطورة ومبتكرة وتحاول ما أمكن أنها تسيطر على هذه الشريحة بشريحة الأبصال والقصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر